النهاردة في العاب الصلاة البداية سؤال بيطرح نفسه على الساحة الرياضية على الساحة الرياضية العالمية مش المصرية وهي إقامة الولمبياد هل ستقام الولمبياد في تاريخها ومعادها؟ ولا لا؟ تخيالوا النهاردة بعد اليابان ما اشتغلت أكتر من 12 سنة على توكيو 2020 قبل الولمبياد بتلت أربع شهور بيتقول يا نلعب يا ما نلعبش الناس كلها في العالم كل ده بسبب فيروس الكورونا أكيد الفيروس لما دخل العالم أو وصل للعالم كان فيه مشاكل كتيرة حصلت لكن النهاردة على أرض الواقع أكتر حاجة مدارة اليابان في شارع أسيا قريبة للصين دول العالم كلها بتوقف الحزر في هذه الانتقالات عشان ما يحصلش مشاكل رياضيين مصروفين عليهم بالمليارات كمان اليابان دفعت كتير جدا من صلاة وإنشاءات وبنية حاجات كتيرة ده ستقول أصل اليابان واليابان دي دولة كبيرة فما فيش مشكلة لا ما احترامي كل الكلام الألعاب الأولمبية لما بتقام بيحصل مدينة أولمبية كبيرة من صلاة وملاعب وملاعب تدريب وأماكن للأكل وأماكن للصهر وأماكن كتير جدا وأماكن إقامة أتخيل أنت لما يتجمع خمسة وعشرين ألف رياضي في مكان وهم نخبة الأساسية في الرياضي العالم كلها بتكون حاجة مختلفة جدا لما يكون كمان عندنا ملعب واحد ملعب الأولمبياد اللي هو الملعب الرئيسي اللي بيتفتح عليه اللي بيقفله عليه البطولة أو بيتفتح عليها الأولمبياد اتنين مليار دولار اتصرف عليه تخيله أولمبية دي بصرف عليها هد Eye تخيله اليابان لأولمبية دي ما تلعبتش اللي يمكن يحصل مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة جدا لكن في الآخر وزيرة العلعاب الأولمبية في اليابان بتقول اللي احنا عندنا داخل العقد بتاعنا ممكن نأخر لغاية آخر عشرين عشرين بيقطع تومس بخ تومس بخ رئيس اللجنة الولمبية الدولية بيقطع الكلام بيقول لأ هتقام في معدها طب هل مثلا لعبة أمريكا منتخب أمريكا في الباسكت هيروحوا لولمبيات الموضوع صعب جدا لأن الرياضين دول متكلفين أكيد عندنا تكلفة ناسي متكلفة فلوس بالمليارات أرقام كبيرة جدا اللعبة دي بتدفع من أنديتها عشان يلعبوا معاهم عشان يحققوا بطولة هاللعبة دي هتسافر ومش هتسافر العالم كله في تشتت في الناحية دي نتمنى في المرحلة اللي جاية تكون الرؤية واضحة الرؤية واضحة بإذن الله أن يكونوا كل الرياضين العالم متجمعين في المحفل الولمبي لأن المحفل الولمبي ده هو أهم حدث في العالم رياضي لأي رياضي يشترك فيه يشترك فيه مش كمان يفوز لكن الناس اللي راح تفوز وراح تكسب ممكن تأخر رجل وتقدم رجل إن هي تروح أكيد خايفة عن نفسها يدخل في أي وقت قريب جدا في شلق أسيا لكن في الآخر نتمنى من كل ربنا أن توماس بخ زي ما قال رئيس الرجل الأولوبية إن إحنا هتقام البطولة في معادة وأكيد اليابان جاهزة للبطولة وأعتقد أن الأولوبيات دي إن شاء الله بإذن أن تقام في معادة هنشوف حاجة مختلفة زي ما احنا شايفين قدامنا تكلفة ملعب واحد اتنين مليار دولار تخيلوا إن ملعب واحد بس والملعب خلي بالك وبيصمم على الافتتاح بمعنى أن هم عارفين هيفتح البطولة زي من عاشر اتناشر سنة والملعب ده بيتعامل شكل الملعب قدامنا أكيد فيه علعاب نارية أكيد دي ده المجمع الأولمبي للسباحة حاجات كتيرة جدا بيتصرف عليها الأرقام بتعدي مليارات الدولارات وأكيد بلد زي اليابان آه ده الملعب الرئيسي والملعب الأساسي اللي هتفتح عليه الأولمبيات زي ما احنا شايفينه ده كل الموضوع الموضوع كله جاهز كله موجود دي صالة دي صالة دي صالة أعتقد الكرة اليد أو للعاب الجماعية كل حاجة لها صالات معينة كويس وكمان وأكيد دي صالة الجنباز زي ما هو يقوله دي صالة الجنباز على الشاشة اللي قدامنا فأكيد حاجات مصروفة عليها كتير جدا أنا تمنى أن الأمور تستقر تستقر عشان نقدر نشوف أولمبيات نجحة بإذن الله لأن أكيد اليابان بعظمتها بقوتها أكيد هتقدر تعمل أولمبيات مختلفة في التاريخ لأن تقدموا الشعوب النهاردة بيقاس بحاجة مهمة جدا هي تنظيم البطرات الرياضية نتمنى بإذن الله التوفيق لهم